أقر مجلس الوزراء نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية لسنة 2024 ميلادية كما أقر المجلس نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024 على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغي والتدخين بجميع أشكاله للأعوام 2024-2030 وخطة العمل الوطنية للأعوام 2024-2026 المنبثقة عنها والتي تهدف إلى الحد من التدخين والحماية من أضراره على المجتمع كما قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 455 شركة ومكلفا كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين أو المخالفين وبين دائرة الجمارك الأردنية